شاومي ريدمي نوت اثنIA 12 سلسلة هادة سلسلة اكبر سلسلة شاومي بتبيع منها سلسلة الريدمي بالزات سلسلة الريدمي هي اكتر سلسلة واكبر سلسلة بيتم بيع الاجهزة فيها في الفئة المتوسطة الريدمي نوت 11 السنة الماضية وتم الاعلان في شهر اكتوبر واليوم ايضا في شهر اكتوبر سيتم الاعلان ومواصفات اصورة تم صدورها لهذا الهاتف قلق مع ظهور مواصفات جديدة في هذا الهاتف كونوا معنا لتنصدغط على زر الإعجاب والاشتراك في الخناة وتفعل الجرس يا حبيب لشان يصلك كل جديد وخلينا نروح نشوف التفاصيل تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين ريدمي نوت 11 السلسلة اللي تم إصدارها السنة الماضية كانت سلسلة السلسلة تضم ريدمي اللي هو نوت 11 ريدمي نوت 11 اس ريدمي نوت 11 برو وبعدين ريدمي نوت 11 برو بلاس وبعلشت الأمور يعني أجهزة يعني اللي أخبطونا دائما شاومي لما بتصدر الأجهزة بتصدرها في الصين عندهم بعدين بيصدروها عالميا وحيانا كمان بيكون إصدار الصيني معالجه يختلف عن المعالج العالمي وكمان ممكن الدزاين يختلف إشي بسيط ولكن اليوم في عنا ريدمي نوت 12 اللي بنستنى فيه سيتم إطلاقه في هذا الشهر هذه السلسلة الجديدة هتكون مكونة أول إشي من ثلاث أجهزة ريدمي نوت 12 وريدمي نوت 12 برو وريدمي نوت 12 برو بلاس سيتم استخدام معالج دايمين سيتي 1080 السنة الماضية تم استخدام مع ريدمي نوت 11 برو دايمين سيتي 920 وكان بيدعم في الببجي 60 تلقائي هيك من غير أي دعم وغير أي حاجة معالج حلو معالج راع رغم أنه العالمي كان بيدعم فقط لعند 40 وسيتم استخدام سنسور الكاميرا من سوني IMX 766 مع ميزة OIS سيتم استخدام لشاومي 12 برو تقنية شاومي إميجينج إبرا هذه التقنية حتى أنه تقدم تجربة متميزة للجهاز والآن في عنا صورة هتظهر بالنسبة لشكل الكاميرات والـ 12 برو ما أخذ لونين اللون الأول شالو دريم كالاكسي واللون الثاني اسمه تايم بلو جهازها يجع على الواجد MIUI 13 مع الأندرويد 12 وسيكون متاح شاحن سريع بقوة 210 واط يعني إحنا وعرفنا المئة وعشرين ولكن لسه المئة وعشرة ما عرفناهوش وتم اطلاق اللي هو كاميرات في 12 تي برو اللي هو كاميرات 200 ميجابيكسل ولكن هنا فيه الشاحن 210 واط وتم إجراء تحسينات على برنامج الكاميرا مع وضع ليلي محسن وستأتي سلسلة ريدمي نوت 12 مع هذه التحسينات وتقليل الضوضاء على الصور بشكل أكتر فعالية فهنا بقول لك أنه ريدمي نوت 12 هيجي مع شاحن 67 وريدمي نوت 12 برو شاحن 120 وريدمي نوت 12 برو بلس شاحن 210 سيتم في هذا اليوم في 27 أكتوبر يوم الخميس اطلاق أكتر من شغلة أو أكتر من حاجة عندك ش اللي هو سلسلة ريدمي نوت 12 وعندك ريدمي باد وعندك شاومي نوت بوك اير 2022 وعندك تلفزيون شاومي وعندك دفاية كهربائية وعندك جهاز عرض شاومي 3 وعندك كمان غسالة شاومي انسى يا باشا قلق وهذه كانت المعلومات بخصوص هذه السلسلة وننتظر كل شيء عن هذه السلسلة كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتقي في الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشتركوا في القناة